رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها المجلس الوزراء اليوم في جدة وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مجموعة من تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق رؤية المملكة 20-30 التي ظهر العديد من منجزاتها على أرض الواقع مشيدا في هذا الإطار بما حققه برنامجاء الإسكان وتحول القطاع الصحي من خطوات متسارعة لا سيما في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وتوفير آلاف الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها وجودتها فضلا عن زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة نتيجة للجهود والإسهامات الهادفة إلى المحافظة على صحة الإنسان وبناء مجتمع حيوي وتطرق إلى ما سجلته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات المتعلقة بسوق العمل الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي تضاف إلى ما حققته من أرقام قياسية في عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الذي قفز إلى مليون وسبعمائة ألف عامل في 2019 إلى أكثر من مليوني وثلاثمائة ألف عامل في عام 2024 إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 7.6% في الربع الأول من العام الجاري وبارك مجلس الوزراء تسليم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم من 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مؤكدا عزم المملكة تقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة بدولة واحدة تجسيدا لريادتها على مختلف المستويات وجميع المجالات وثمن المجلس قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تسجيل المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية الواقعة بمنطقة الرياض على قائمة التراث العالمي ليكون ثامن موقع بالمملكة مدرجا فيها ومحققا بذلك مستهدف رؤية 2030 وتناول المجلس في هذا السياق نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع المنعقدة أو الاجتماعات المنعقدة تحت مضلة مجموعة الدول العشرين وما اجتملت عليه من إبراز جهودها ومبادراتها الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة التقدم على الصعيد الاقتصادي وتعزيز مجالات الاستجابة العالمية تجاه القضايا الإنسانية وبيّن أن مجلس الوزراء رحب بمخرجات الاستماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان مجددا التأكيد على مواصلة المملكة مساعيها الرامية إلى حل الأزمة في هذا البلد الشقيق وعودة الأمن والاستقرار إليه وأكد المجلس استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق وتشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة وكل ما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل في إطار خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لدعم مسار السلام ونوه مجلس الوزراء لدى استعراضه مضامين مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات بما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون الدولي في هذا المجال وبما حققت حملتها الأمنية من نجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة خطر المخدرات والجرائم المرتبطة بها واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما اتخذه من عدد من قراراته